بين ليلة وضحاها يتبدل المشهد في الواقع السوري ويتحول الحديث عن مصالحة بين الاطراف في سوريا الى حديث عن عملية عسكرية وقصف وقتل في صفوف قوات نظام فبعد الزوبة التي اثرتها تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش اغلو حول دعم بلاده مصالح بين المعارضة السورية ونظام الاسد وما نتج عنها من مظاهرات عمت جميع المدن والبلدات في المناطق المحررة في شمال السوري يخرج الوزير مرة اخرى نافيا حديثه عن مصالحة بين المعارضة والنظام متهما اطرافا تركية بتحرف اقواله جاويش اغلو قال خلال مؤتمر صحفي ان المعارضة السورية تثق بتركيا وشيرا الى ان بلاده لم تخذوا للمعارضة ابدا موضحا انه تحدث عن ان التفاهم شرط لاحلال الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا لكن نائب رئيس حزب العدالة حياتي يازجي تحدث خلال لقاء تلفزيوني عن امكانية ان تصبح العلاقات مباشرة بين نظام الاسد وتركيا وقد ارتفع مستواها بحسب قوله بالتزامن مع تلك تصريحات طائرة حربية تركية تسادف موقعا لنظام الاسد غربية مدينة عين العرب في حلب موقعة اكثر من 22 قتيلا في صفوف قوات النظام وفق وكالة نورث بريس الغراط التركية جاءت عقب قصف تعرض له مخفر تركي في ولاية اورفا جنوبية تركيا ما ادى لمقتل عنصرين القوات التركية دفعت بتعزيزات عسكرية الى شمال سوري رفقها قصف استادف بعض المواقع العسكرية لقصد في محيط مدينة تل رفعت وتحليق لطائرتين استطلاع في اجواء المنطقة لتبدأ بعدها تساؤلات عن غرض تلك التحركات خاصة بعد ما رفقها من انباء في الاوساط التركية عن بدء الجيش التركي عمليته العسكرية في الشمال السوري